عمليات الإرادة الصلبة تدخل يومها السادس تشارك في العملية الموسعة وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع وقيادة القوات البرية وقيادات عمليات الأنباري والجزيرة وسامراء وديالا وصلاح الدين وكربلاء المسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية أهم هدف نحن نريد أن نحققه هو منع تواجد التنظيمات الإرهابية شمال الخط الدولي وأيضا منعهم من أن يقتربوا من الحدود العراقية السورية والحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السعودية أيضا مطاردتهم وملاحقتهم وتدمير مضافتهم وكل من يتعاون معهم في تلك المنطقة وفي تلك الصحراء وتتواصل العملية من عدة محاور فمع تمشيط المناطق الصحراوية غربي محافظة الأنبار وصلاح الدين تواصل القوات الأمنية انتشارها على الحدود الرابطة مع محافظة ديالا لمنع تسلل المسلحين الهاربين من تلك العمليات وتقول القوات الأمنية أن الجهد الهندسي العسكري يقوم بتمهيد الطرق للتقدم البري بتفكيكه العبوات التي زرعها عناصر التنظيم فيما بثت وزارة الدفاع صورا تظهر قصف طيران الجيش لحق لعبوات الناس فواب راميل ملغمة عملية الإرادة الصلبة من ناحية الاستراتيجية هي تعتبر واحدة من أهم العمليات من ناحية التوقيت لأن توقيت هذه العمليات بالتزامن مع إعادة تنظيم تنظيم داعش الإرهابي لنشاط في المنطقة الفاصلة ما بين صحراء الأنبار وصحراء نينوى وهذا لافت من فترة طويلة كانت تلك المناطق راكدة الآن بدأت تنظيم النشاط في تلك المناطق وتنشط خلايا تنظيم داعش خصوصا في المناطق الوعيرة وعلى طول سلسلة جبال حمرين التي تطل عليها خمس محافظات هي كاركوك وصلاح الدين وديالة وتمتد في قسم منها إلى الأنبار ونينوى وتتميز بالتجويفات الجغرافية التي يتخذ منها التنظيم مواضع يشن من خلالها هجماته رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا إلى محافظة ديالة لتقييم الوضع الأمني فيها مع انطلاق عمليات لتمشيط قرى الوقف والعبارة ومناطق أخرى في المحافظة بالتزامن مع تواصل عمليات الإرادة الصلبة في المحافظات الغربية سلمة القاس الحرة أربيل